نصوص الكتاب والسنة والوحي وما أمرنا به من الصدق مع الله جل وعلا كل هذا يدعون إلى التأني وعدم الاستعجال وأن ننصف أعداءنا وخصومنا هذا من الوجبات الشرعية الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا ولا يخفى عليكم أنه إذا جاء الخطاب ينادين بوصف الإيمان معنى ذلك أنه إما خير نؤمر به وإما شر ننهى عنه ماذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كونوا قوامين بالقصد أي العدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أين القيام بالقصد لله أين الصدق مع الله في إنصاف الخصوم والله لو كنا نرد على اليهود وهم أعدى أعداء الله وأعدى أعدائنا لما جاز لنا أن نكذب عليهم ولكان من المحرمات القطعية أن نفتري عليهم وأن نقولهم ما لم يقولوا وأن نصفهم بما ليس فيهم فما بالكم بمسلمين اجتهدوا واجتمعوا ولهم مقاصد ونيات ولهم جهود ولهم وعليهم بدلا من أن نقيم النصحة لهم وأن نسدد الخلل والخطأ نقوم بهدمهم وأن نصفهم بأنهم أضر أو أخطر من اليهود والنصارى يا سبحان الله اليهود والنصارى نقارنهم بأناس لهم يعني أعمال ولهم جهود وأعدادهم كبيرة أيها الفضلاء لو كان بعضهم سيء القصد خبيث النية لهم مآرب ومقاصد في الوصول للسلطة ويقدم المصالح على المبادئ أن نعمم هذا الحكم ونجعله عاما في كل من ينتمي إليهم أليس هذا من الظلم البين